طيب أستاذ فايزة يعني شوفي مشوار ما شاء الله جميل أنا بحب جدا الإنسان بيكون يعني عنده كفاءة ولما نرجع السودان يساهم في الإجازة الحاجة دي من نفسك كده دعم التطوع جميل على فكرة حاسي بشنو يعني بالذات نحن يعني طالما الإنسان أنه شوفي طلع بر البلاد واستكتسب كتير من الخبرات وجاته الفرصة وكل شي ساهل يعني بالنسبة له وكده لما ندخل داخليا يعني في ناس بتحتاج فأنا بالذات يعني عملت التطوع بالمصابين بمرضى الفشل الكلوي فهم بيعانوا لأنه أحيانا معاهم ما بيكونوا في المتخصصين كلينيكيا يعني بيكون عندهم اكتئاب عندهم انقلق من الموت يعني يجي يغسر ويمشي بس لا وهما أحيانا حتى يعني في حاجات ما عارفين أبسط الأشياء يعني هما أحيانا بتلقى الواحد في ضيق بتلقى الواحد بفكر في مثلا في الموت طبعا لأنه كان الإنسان يعني قبلي لما كان يعني كان بيشتغل وكده لكن في قلق يعني من الحياة من المستقبل من تربية الأبناء يعني كيف يعيش لونه كده وكده فلازم يعني أنا لما ماشي يعني بدخل داخليا بلقى إنه هما في حاجات كثيرة ما عارفين وبيحتاجوا للطرفيه أسريا يعني كثير أنا طلعت معاهم في الحدايا بتاعة الحلفائي ورفحنا ليهون بالأسر كلهم مع بعض فكانت أيام جميلة يعني الواحد بحسبي إنه صحي يعني لكن لقيته وانت بتمشي في الإجازة لقيتش ناقصهم طبعا أنت ما شغال هنا في عمل جميل وتكامل ناقصهم الكثير بالذات في المستشفيات يعني في المستشفيات ما بيكون في الأخصائي النفسي نفسي الكلينيكي الجيد وما بيكون في الأخصائي الاجتماعي يا أخي أبسط حاجة التأمين الصحي البيل الغسيل والله إحنا بيكون ما عنده حد المواصلة قالوا بتخاطته الدكاترا مع بعض يا أخي الوجبة حتى الفطور في مركز غطر الخيري جاي باللون الأجهزة من غطر وكذا والحاجات هزي دي لكن شنو حتى الوجبة حتى الفطور بيجمعوا وشارع منا المرضى